ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مؤكدين في الوقت نفسه تمديد الإضراب في حال عدم تحرك الحكومة للقيام بحلول جدرية تنهي معاناة العاملين في قطاع النقل وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الديمقراطية لمهني النقل أعلنت عن تنظيمها لإضراب عام بسبب الزيادات المتتالية في سعر القازوال ما أترى في المدخول اليومي للمهنيين بشكل مباشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة